في الاول كده خيانا نشرح بشكل مبسط ومختصر دور البروستاتا وهي غدة مضبوط ايه الدور الوظيفي لها في جسم الرجل نبدأ نتكلم الاول على غدة البروستاتا هي غدة في شكل حبة الجوز او الكستناء بيبقى وزنها التقريبي الطبيعي في حدود 20 جرام الغدة دي تمثل جزء اساسي من الجهاز البولي التناسولي عند الرجال بتقع اسفل المسانة البولية وحوالين مجرى البولي الخلفي وامام المستقيم البروستاتا ليها دور اساسي في تخليق السائل المنوي عند الرجال ودور مهم في عملية الاخصاب لانها مسؤولة عن تكوين سائل البروستاتا اللي بيشكل جزء من تركيب السائل المنوي اللي ليه اكتر من مصدر السائل المنوي من مصادره الخصيطين والحويصلات المنوية والبروستاتا البروستاتا مسؤول عن تكوين سائل بكمية مش كبيرة لكن دوره انه بيغزي الحيوات المنوية وبيكون وسط لتتحرك في الحيوات المنوية يخفف من السائل المنوي وتتحرك في الحيوات المنوية بسهولة اذا هي لها دور اساسي في عملية الاخصاب ده الدور الاساسي لغدة البروستاتا لو بدأنا نتكلم عن ايه الامراض الشائعة في البروستاتا طب قبل ما نتكلم عن الامراض دي دكتور ليه عدد كبير جدا من الرجال فوق سنة الخمسين دايما بيصابوا بمشاكل البروستاتا يعني دي حاجة مشتركة ما بين عدد كبير جدا من الرجال او يعني يمكن معظم الرجال بالزبط اولا احنا عندنا في امراض البروستاتا ممكن تيجي في اي سن اللي هو التهاب البروستاتا ما يرتبطش بسن محدد التهاب البروستاتا ممكن يجي ده ممكن يحصل في سن بدري ده ممكن يجي في اي سن لكن تضخم البروستاتا الطبيعي ان بيبدأ انسجة البروستاتا اللي بتتكون من جزئين رئيسيين جزء غدي وجزء ليفي الطبيعي انها من فوق سن الخمسين مع تقدم العمر يبدأ يحصل فيها تحول في الانسجة دي تتضخم ووجدوا بالاحصاءات ان فوق سن الخمسين تلاتين في المية من الذكور بيبدأ ويصابوا باعراض تضخم البروستاتا ودي والنسبة برضو يعني كبيرة لا ده لسه فوق الستين الناسبة دي بترتفع لخمسين في المية وتصل عند سن التمانين لتمانين في المية من الذكور عندهم اعراض تضخم البروستاتا الحميد لان احنا طبعا عندنا في تضخم البروستاتا غير حميد اللي هو الخبيث او اورام البروستاتا صحيح طيب حيثك عايز تكمل اتفضل يا فعل لا انا عايز اعرف اصل حيثك قلت الاعراض دي ذكرتها دلوقتي فده خلاني اقول بما اني في اعراض واضح ان الاعراض دي ممكن تكون اعراض متعددة خلينا نذكرها يا راكتور للناس لانه هل الشخص اللي بيجي عشان يكشف او يعمل فحص خاص بالبروستاتا هو بيكون بيعاني من الاعراض دي بالضرورة يعني يكون بيعاني من الاعراض دي ولا ممكن راجل ما يكونش عنده اي اعراض ولكن هو بيعمل الفحص كده بشكل روتيني دوري عشان يتابع بقى اذا كان هو عنده صدخم عندوش عنده التهابات عنده اورام لقدر الله خلينا نقول يا فندم اني لازم نفرق بين حاجتين اي راجل فوق خمسين سنة اصبح فيه تعارف عالمي اني لابد من اجراء فحص دوري اختبار في الدم اللي هو معامل اورام البروستاتا او كان الاول بيقول انه لازم يتعامل كل سنة للاكتشاف المبكر لاورام البروستاتا ودلوقتي مجامع علمية كتير بتقول اذا كان العيان دوت مش عنده حاجات اللي هي تمثل زي انه يكون فيه مرض سرطان البروستاتا في العيلة لانه من ضمن الامراض اللي بتتوارس يكفي يعمله مرة كل سنتين ولكن اللي بيجي يكشف اللي بيبدأ يعاني فعلا من اعراض اعراض البروستاتا عموما ممكن تختلف لاكتر من شكل وممكن تتداخل مع اعراض امراض اخرى الاعراض الشائعة بتبدأ التبالول الليلي يكتر المريض يبدأ يصحب الليل اكتر من مرة دي اول حاجة شائعة وده لازم يفرق المريض ما بين انها نتيجة البروستاتا ولا نتيجة عادات غذائية نتيجة انه بيشرب شاي وقهوة كتير خصوصا مع كبار السن اللي بيشربوا بالليل شاي او قهوة بالليل ان كبار السن بيبدأ الهرمون المقاوم لاضرار البولي اللي اصلا في الجسم فلو هو اصلا بيشرب مية كتير او بيشرب شاي او قهوة بالليل هيصحب الليل فهيطلخبط يفتكيرها بروستاتا وهي مش بروستاتا او مع مرض السكر لازم نتأكد ان المريض مش مصاب بداء السكري لان اعراض من اعراض السكري المبكرة برضو كثر التبول الليلي فاذا اول حاجة في البروستاتا كثر التبول الليلي بعد كده الاعراض بنقسمها لنوعين رئيسيين من الاعراض اول حاجة اعراض صعوب التدفق البول او اعراض تهيج المثانة اعراض صعوب التدفق البول تتمثل في الات اول حاجة حاجة بنسميها هزتانسي او التأخر في بدء اضرار البول معناها اما المريض يحس ان يريد افراغ المثانة ويحاول يبدأ عملية الافراغ يجد صعوبة في البدء يبقى دي اول حاجة بتظهر معنا بعد كده يبدأ يحس بضعف تدفق البول ولكن هو يدقصر عنده رغبة في التبول ولكن هو عشان يبدأ تنشييت انه يبدأ البول يتدفق بيستنى شوية ينتظر بورها تطول او تقصر ولكن هو رايح التايلت رايح التايلت على اساس عنده الرغبة ولكن مش قادر يبدأ بسهولة يبدأ مستني بعض الوقت عشان يبدأ سريان البول وما يبدأ سريان البول يبدأ يحس انه بقى ضعيف او ضعيف وبيقطع او انه محتاج يحزق على اساس يضغط بعضلات بطنه عشان يقدر يكمل افراغ البول او يحس انه مقدرش يكمل افراغ البول او يحس انه في الاخر عشان البولا ما ينتهي ما ينتهيش مباشرة يعضي نقط لفترات طويلة قبل ما ينقطع التدفق يبقى دي او ان المراحل الجتأخرة احتباس جزئي او كلي للبول يتطلب تركيب قسطرة احتباس كامل للبول ممكن يوصل اليه ده المراحلة المتأخرة وقد للأسف عندنا برضو بعض اخواتنا المصريين احنا فينا عادة ان ما بنشتكيش احيانا غير عند تفاقم الاعراض فيبدأ المريض يصل الى مرحلة متأخرة وما يحسش غيرا ما يلاقي ابن البول فجأة قطع وهو قبل كي يقولك دي حاجة عادية دي حاجة طبيعية ده انا مش محتاج اكشف ويبقى اول ظهور عند الاطباء باحتباس البول عشان الحقيقة يعني عشان السبب اللي حياتك بتقوله دلوقتي كان مهم جدا نعرض الاعراض او نستعرض الاعراض لانه اي عرض منهم ممكن يلفت نظر يعني المتابع الكريم فيبتدي يفكر ان ممكن يكون بيعاني من المشكلة دي نعم بالزبط يعني لسه بداية المشكلة الجزء التاني من الاعراض زي ما قلت لحضرتك اللي هو نتيجة تهيج المثانة احنا قلنا الجزء الاول اللي هو الاعراض الانسداد او الاحتباس الجزء التاني اللي هو التهيج المثانة ان المريض يشعر بزيادة عدد مرات التبول اكتر من 8 مرات في النهار واكتر من 3 مرات بالليل ودي بتؤثر على وظيفته الطبيعية وعلى نمط الحياة والحاجة التانية الطبيعي بمحد يشعر انه محتاج يتبول يستطيع ان ينتظر حتى وجود الظرف المناسب المريض هنا لا يشعر بإلحاح شديد انه لابد من الذهاب فورا ليه الافراغ اللي بيتطور بعد كده انه ما يستطيعش انه يمسك نفسه ان يبدأ البول ينفلت منه مع الرغبة الملحة لدخول الحمام معلش دكتور هنا بتحصل حالة زي مع التضخم مع التضخم البروستاتا بالضبط بتحصل حالات في المضاعفات الحالات المتأخرة ادية الاعراض الشديدة او وجود بدء وجود المضاعفات يعني ممكن تحصل في حالة في شكلين مع عبد وجود المضاعفات المضاعفات البروستاتة اللي هي ايه بقى احنا الاول ممكن تحصل ما اعرضش دي دا زي دي لتصل الى السلس البولي ولسه ما حصلش كل دا مضاعفات المضاعفات بقى تبدأ بس عشان يعني نوضح النقطة دي اكتر للناس ممكن تحصل المشكلة دي وما يكونش فيه مضاعفات اصلا ولسه ما فيش مضاعفات نلحقها بالعلاج يعني انا تخيلت ان دا اكيد دا مضاعفة لا دا لسه المضاعفات يعني اكيد اللي هيحصله دا هتبقى دي مضاعفة من المضاعفات الانتظار 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 في بدء العلاج لان حضرتك والاعراض متوسطة او شديدة اللي انا قلتها دي كلها بتخضع للعلاج الطب الدوائي وما تحتاجش لسه تدخل جراحة اما نبدأ بقى ننتظر والمريض قاعد يستنى المضاعفات المضاعفات تتمثل في الآتي اللي ستستدعي بقى وجود تدخل جراحي والعلاج الدوائي لا يعود له قيمة العلاج الدوائي او التحفزي لان احنا المفروض العلاج اما علاج تحفزي او علاج دوائي او علاج جراحي العلاج الجراحي دا نتيجة المضاعفات دي المريض سكت على نفسه لفترة طويلة دون استشار الطبيب ودون بدء في العلاج او التهاوم في اخذ العلاج مش قضية بدء العلاج بس عندنا ظاهرة تانية كتير بنشوفها في عياداتنا يعني اهمل مثلا جيه المريض بيجيلك يكشف وتشخص واقتنع بالتشخيص وبدأ العلاج اول ما بيجد نفسه استريح يسيب العلاج البروستاتا من الامراض التي اذا بدأت فيها العلاج الدوائي هو علاج مستمر مش علاج وقتي علاج تضخم البروستاتا الشايكو يعني يا دكتور الشخص اللي اتشخص ان هو بيعيني من التضخم وتقرر له علاج دوائي معين هو لازم هيمشي عليه طول العمر علاج مستمر طول العمر بالظبط كده بالعلاج الدوائي المستمر بنقلل نسبة حدوث مضاعفات ولا احتياج لتدخل جراحي المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة تضخم البروستاتا الشايكوخي تتمثل فيه اول حاجة احتباس البول ان المريض وصل لمرحلة ان البول اتحبس اتحبس خالص ويشعر بقلم شديد ورغبة ملحة في الافراغ ومش قادر دكتور هو بيحصل احتباس للبول لان هي بتبقى سدة مجرى البول بالتضخم ده افلت مجرى البول مع وجود التهاب بسيط فيها مع الافلة دي مع التضخم اللي هي ان هي محيطة هي تحت عنق المسانة وتحيد مجرى البول فبالتاقي لما بتتضخم ممكن تقفل مجرى البول فما يتقفل مجرى البول بيبقى الحل برضو لسه مش تدخل جراحي الحل انه يحتاج تركيب قسطرة بولية وعلاج اللي التهاب الحادث دوت والاستمرار في الدواء وبعد فترة بنشيل القسطرة نسبة كبيرة جدا من المرضى ما بيتكررش اللي احتباس فيها اما اذا تكرر الاحتباس ده اللي بيحتاج تدخل جراحي المضاعفات التانية اللي ممكن تحصل نزيف بولي متكرر نتيجة تضخم الشديد في البروستاتا الاوردة السطحية بتبدأ حجمها يجبر الاوعية الدموية فمع وجود اي احتقان او التهاب ممكن تنزف لو تكرر الناس في البولي ده برضو مضاعفة تحتاج تدخل طيب خيانوا قف يا دكتور عند الناس في البولي ده كأحدى المضاعفات يعني لازم اكيد تلفت انتباه الشخص وناخد اساس جابر ونرجع مرة افضل افضل اساس جابر عليكم السلام تفضل بشكر حضرتك وبشكر دكتور طبعا شكرا يا اساس جابر تفضل دكتور مع حضرتك حضرتك انا 54 سنة اربعة وكم ايوة ايوة انا مع حضرتك تفضل ببوم كتير جدا في الليل يعني حوالي خمس مرات كده كل يعني نصف ساعة صعب ساعة ربو عاوز اعمل حماوة مي نصف ساعة ساعة ربو عاوز اعمل حماوة مي في النهار برضو يعني على طول متكرس ساعة ساعة ربو عاوز مدابعة مي يعني مدابعة والضغط يعني برضو مش ممتازن مع يعني 160-150 حالي زي كده ساعة ربو عاوز اعمل حضرتك مريض ضغط دم بتاخد في ادوية ضغط الدم بتاخد مدرات للبول والله يا دكتور انا كنت ما اخد بس سبت سبت الموضوع دا يعني حسيت النا اللي بدافت عدد شو هي سبت الموضوع دا سبت موضوع العلاج كله ولا سبت مدرات البول لأ ضغط مدرات البول ما خادش مدراته في حضرتك يعني طب لان عندي الحال اللي حضرتك كما تقول فيها دي اللي هي الحفامان كتير يعني مدفع البول قوي ولا ضعيف البول لا قوي دفع البول قوي مفيش سكر حضرتك ومشة وميك كتير فمش عارف ما فيش سكر نعم مافيش سكر ماعرفش يا دكتور ماعرفش بس أنا مش حاجة باعرف سكر خالص بس مش متأكد مش متأكد من عنات السكر دي ماشا فان طيب أنا بشكر حضرتك يا أستاذ جابر اتفضل أولا بالنسبة لأستاذ جابر أول حاجة زي ما قلت زيادة عدد مرات التبول الليلي فوق سن الخمسين تختل أو يتداخل فيها التشخيصات لابد أولا استبعاد مرض السكر هو ما حللش سكر قبل كده اتنين ضغط الدم اللي ما بيعلجوش اللي هو اللي بياخد أدوية مفاش مدر وبيقول أنا أحيانا الأدوية مش يعني اللي أنا فهمته إنه قد يكون كمان غير منتظم في الأدوية ضغط الدم العادي نفسه بيساعد في إضرار كمية بول كبيرة يبقى لازم يزبط ضغط الدم الحاجة التانية إن لو ده تزبط والسكر تأكدنا إن ما عندوه السكر ومزالت الأعراض دي موجودة يبقى دي الحاجة التالتة اللي بيقولها إنه بيشرب مية كتير قوي فوق الخمسين سنة ما بنحبش نشرب بالليل كتير عايز يشرب يشرب بخلال النهار لكن لو شرب بالليل لازم قبل النوم بساعتين يقلل شرب المية لو كل الدوة استبعدنا يبقى هي البروستاتا والبروستاتا يبقى في الحالة دي لابد إن إحنا نتشاف وبعد ما نتشاف نتطمن بالفحص الشرجي والفحص العام إن ما فيش احتمال وجود أي حاجة غير التضخم الحميد ودوة زي ما قلت عرض من أول أعراض البروستاتا وبدأ يضايقه إحنا البروستاتا عشان نعالجها بأدوية إن يبدأ التغير تتغير العيان يبدأ يتضايق فيبدأ حاجة إحنا عندنا حاجة نسميها بوترينج سكور إن فيه يعني معدلات معينة بنديها المريض نشوف أنشطة حياته الطبيعية كيف تتأثر بمرض البروستاتا لو بدأ إنها تؤثر وبتضايقه زي ما الأستاذ جابر تفضل وقال يبقى لابد من العلاج الدوائي العلاج الدوائي في الحالة دية إن بنبدأ علاج للبروستاتا وعلاج لتهيج المسانة والمريض بيستجيب منهم بفضل الله بنسبة كبيرة بس بيستمر عليهم وما دين هو واضح جاي يعني في مرحلة مبكرة فأكيد العلاجة يجيب بالضبط إن شاء الله نتائج كمان إن شاء الله أستاذ رجب السلام عليكم عليكم سلامي أستاذ رجب تفضل أنا بحييكم بحيي الدكتور بحيي الفريق بالكامل كله والله وديكم جزيل الشكر والله بشكرك جدا أنت بتفضيلها في حيات كثيرة والله يا بتاعي أنا بشكرك جدا بني باركيكم يا رب فضل السؤال للدكتور فضل يا سيد رجب أنا عندي مشاكل في العمود الفقري الرابعة والخفصة خطانية وعندي بصو في العنقية وعندي مشاكل وعندي ثلث بورج في العاق الخارج ما بحسي جديه هل يكون من العمود الفقري ولا يكون بروستاتا؟ بالظل ماشي طيب ده سؤالك يا سيد رجب الله يعرف بكم يا رب أبشكرك جدا دكتور من الأمراض التي تتداخل مع تضخم البرستاتا الشيكوخي المثانة العصبية أعراضها في أحيانا كثيرة تتشابه مع أعراض تضخم البرستاتا والأستاذ رجب تفضل وقال أنه عنده مشاكل في فقرات الظهر في الفقرة القطونية الرابعة والخمسة ودي أحيان بتأثر على أعصاب المثانة وهي علاقة بحدوث الثلاث الباقول بالضبط بيحدث أثارها بأكتر من شكل شكل أن يعمل تهيج في المثانة وفي بعض الأحيان يحصل ارتخاء في عضلة المثانة الأتنين من أشكال المثانة العصبية والأتنين بيؤدوا إلى حدوث ثلاث بس الميكانيزم أو الكيفية مختلفة اللي حيفرق بينهم لابد من عمل دراسة للأستاذ رجب عشان يتم التشخيص الصحيح وبدء العلاج وعدم التداخل بين علاج البرستاتا وعلاج المثانة العصبية دراسة بتتعمل اسمها دراسة ديناميكية التباول فلابد التوجه لأحد الأطباء المثالك البولية عشان يوجهوا لعمل هذا الاختبار وبمراجعة نتائج اختبار ديناميكية التباول للأستاذ رجب نستطيع أن نبدأ العلاج الصحيح لي يا أستاذ عماد أيها اتفضل عليكم السلام أنا سلام عليكم السلام طبعا دكتور فضل أنا بحث في ممطقة المثانة بضغطة كده بضغطة على طول بابعاوز أروح للحمام على طول وبعم حمام مية بالليل يعني ممكن بس بشرب قبلها مثلا كباية مية أو كبايتين بابعاوز أسفل حمام مثلا كل ثلثة تاعة كل أربعة تاعة كده وبنزل يعني ما بنزلش مية كثير ألو أيها يا فندي متفضل عمرك كم سنة أستاذ عماد أربعة وثلاثين والبول بينزل تدفق البول كويس ولا ضعيف لا كويس بس ينزل يعني يعني مش بكمية يعني كمية ليلة بس اللي مدعيني أن دفقة كده بحث دفقة كده في المستانا كده طيب المنطقة اللي أسفل الخصية وأمام فتحة الشرق بتحس فيها بواجع لا البول البول الصباح أو البول اللي بعد العلاقة الزوجية تحس إنه مخنوق ولا تحس إنه أفضل بحس إنه هو مخنوق بينزل أضعف ولا بينزل أفضل يعني مش بكل الأوقات ممكن مش بكل الأوقات طيب الواجع في المثانا بيبقى الصبح بدري أكتر من أي وقت لا ممكن بالليل أو الصبح بدري طيب وجود التهاب مزمن في البروستاتا مش التهاب حاد لأن التهاب الحاد بيصاحبه أعراض أخرى حرقان شديد في البول وضعف جديد في البول وارتفاع في درجة الحرارة وتقل جديد في المنطقة اللي في ظهر كيس الخصية وأمام فتحة الشرق ده الأعراض الالتهابية ده التهاب الحاد الأستاذ عماد لو فيه بقى قد يكون التهاب مزمن اللي هو أكتر من نوع فلابد من تشخيصه وعمل الفحص الشرقي وطرام إذا الأعراض بقالها فترة لابد من عمل اختبار اسمه مزرعة بروستاتا وعلى ضوء النتيجة دي بنبدأ له علاج إذا كانت التهاب بروستاتا مزمن أو مجرد أعراض تهيج على المسانا الحالتين بيبقى علاج دوائي بس الارتهاب البروستاتا بيصاحبه بعض نصائح لفق بعض أنواعه نصائح يغير نمط حياته بس بعد التشخيص الكامل إن شاء الله بالفحص وعمل تحليل مزرعة البروستاتا طيب هنالجع مرة تانية يا دكتور لمضاعفات البروستاتا وكنا نتكلم على مضاعفة يعني النسف ممكن أبدا ننكرها لأنه هي بينها بالظبط النسف أو نزول دم ديت المضاعفة التانية إذا المريض شعر بيها لابد تدخل الجراح المضاعفة التالتة تكون حصوات في المسانة نتيجة البروستاتا البروستاتا بدأت ولكن يا دكتور معلش قبل ما نتكلم على العراض ده هو مش ممكن يختلط الأمر ما بين إنه الشخص ده بيعنيه من مشاكل في المسانة أو أورام في المسانة طبعا بتستدعي إنه الدم ده ينزل أثناء تباول وما بين إنه هو عنده مشاكل في البروستاتا طبعا إحنا ما بنتكلم إنه من مضاعفات البروستاتا الناس في البولي معناه إنه إحنا أجرينا الفحوصات والكشف على المريض اللي استبعدنا بيه وجود أورام طبعا ده ما نقدرش نقول بروستاتا إلا بعد عمل موجات صوتية على البطن والحض للتأكد إن المسانة سليمة ما فيهاش أي اشتباه في أورام لأن السن الكبير ده سواء للمدخنين أو اللي كان عندهم بالهرزية أو اللي بيشتغلوا في مصانع أحبار أو أصباغ أو خلافه ممكن يكون دوت ورم في المسانة وليس بروستاتا لكن ما اللي إحنا بنتكلم عليه الدم اللي استبعدنا بالفحص إنها مش مسانة إن هي من البروستاتا يبقى دي من مضاعفات البروستاتا أما طبعا لو عملنا موجات صوتية إن هي خطوة رئيسية في الحالة دي إنها تتعمل ووجدنا لقدر الله لحمية أو زوائد في المسانة لابد من عمل منظار واستقصال هذه اللحمية أو الزوائد وتحليلها لاستبعد وجود ورم في المسانة ولكن الناس اللي بتشتغل عشان لفت نظري بس الكلام الناس اللي بتشتغل في مصانع الأحبار والأصباغ دول معرضين لإصابة دي من ضمن الحاجات أيها معرضين لإصابة إيه داكتور؟ بأورام المسانة أورام المسانة للفترات طويلة معرضين لبعض أنواع الأصباغ أو الأحبار ديت من ضمن الحاجات لكن مش دي اللي شائعة قوي في مصر الشائعة في مصر نتيجة التدخين أو نتيجة البلهرزي دي الحاجات الشائعة يعني أورام المسانة ليه علاقة بالتدخين آه وانت حضرائيك النهاردة تفضلتي وكلمتي الناس على خطوط التدخين من ضمنها طبعا من الأسباب الرئيسية لأورام المسانة يعني بس بس الوفاة مبكرة يا جماعة ولاجن كمان أورام المسانة وللأسف المرضى اللي بيدخانه وحتى بنستأصلهم أورام المسانة بالمنزر بيدخانه تاني ويرجع لهم الورم تاني فلابد التأكيد عليهم مددية مسألة حياة أو موت في الحقيقة بتبقى في الفترة من المضاعفات التانية زيه تفضل يا فاني لا أنا بستأذن حياتك هنا وقف هنا وناخد أستاذ مصطفى عشان بقالوه شوية ونرجع لك أستاذ مصطفى علوه عليكم السلام تفضل دكتور مع حضرتك تفضل يا فاني تفضل يا أستاذ مصطفى يا دكتور أنا بالنسبة لي أنا عدت ليم ستين سنة وأنا بيجي أول فترة في الشتة ما بعرفش تحق البول ده عندي بالليل بالصفى المستديمة يعني ممكن أن أخشها الحمام كان لا يعزة الحمام عشر مرات أو تمام مرات في الشتة من أول الشتة ما تخش عليها مع العلم إن أنا بشرة بمية ليلة في الشتة ففي صديق ليه لكن أنا بالنسبة ليه في الجول بيبقى في حرقان فأنا معلش أنا بجاوب لنفسي عشان حضرتك أنا قاعد يساني حضرتك فعشان كده بجاوب كل اللي هنرضك بطوله أنا بجاوبك عليك أنا بالأول من الأول الشتة اللي تخش عليها بيحسك حرقان فمقدمه طلعزه عنده يعني لما بجاوبك وممكن على أقل حد أول في الجول أحش بحرقان والبول بينزل ضعيف ولا قوي برضه؟ لا بيزل الأول بيقى فيه زي الاشتقال أو بعد كده بيتدفق طيب بس أذن حضرتك أستاذ مصطفى ممكن وعطي التليفزيون تماما؟ أنا مرتفع يعني احنا سمعين صوتنا احنا سمعين صوتنا يا أستاذ مصطفى فبعد إذنك اتفضل شكرا لا شكرا أستاذ مصطفى طيب أنا بشكرك يا أستاذ مصطفى وتابعنا بقى من الحاجات الأساسية يا فندم ودوت مهم جدا للأستاذ مصطفى أو من المرضى اللي بيعاني مما يعاني منه الأستاذ مصطفى إن في بعض الحاجات تزيد أعراض البروستاتا لازم الرجال فوق سن الخمسين يتوقوها ويخدوا بالهم منها من ضمن الحاجات دي الوذر اللي هو الجو الجو البارد أو السائع بيزيد أعراض البروستاتا ولازم بننصح الرجال كبار السن لابد مع دخول الشتن لازم يدفوا نفسهم كويس جدا الحاجة التانية بنسميها الوذهولد إن احنا نحاول نمسك التبول نحبسه ده يزود من أعراض البروستاتا يعني لو واحد تحس إن هو عايز يتبول ومسك نفسه استنى شوية انتظر شوية ده ما استناش كبير في السن ما يحاولش يمسك لا هي دي فيها خطورة عليه إن ممكن تزود أعراض وممكن تدخله في احتباس كبير السن فيبقى ياخد باله من البرد ياخد باله من محاولة حبس البول ياخد باله إن برضو بنقول الومن العلاقة الزوجية المتكررة في السن الكبير ممكن تؤدي لزيادة الأعراض أو الاحتباس وياخد باله الناس اللي هي اللي بتشرب بعض المشروبات الكحولية دي برضو ممكن تدخله في احتباس بول ويمكن دي الحمد لله دي في بلدنا نادرة جدا يعني فدي أربع حاجات أساسية وياخد باله من الإمساك الإمساك بيزود الأعراض ياخد باله إن زي ما حنتكلم إن من الحاجات المهمة المريط البرستاتة في المراحل الأولية إنه ياخد باله من حاجات ويحاول يعمل حاجات يغير النمط الحياة عتحسن الأعراض قبل ما ندخل في مرحلة العلاج من ضمنها تجنب الإمساك من ضمنها تجنب الأكل الحرق خالص إنه بيعمل احتقان في منطقة الحوض وبيزيد من أعراض البرستاتة إنه يبدأ يكسر في أكله من الألياف والخضروات حبوب الفاصولية الحاجات الخضرة الحبوب الكاملة دية الحاجات دي فواكه عشان الإمساك والحاجات اللي فيها أوميجا ثري الفواكه والخضروات مهمة جدا إنها بتقلل الأعراض الحاجة التانية الرياضة المشي بالنتائج الأبحاث إن الناس اللي وزنهم كبير السمنة المفرطة وقليل الحركة دية الحاجات دية أعراض البرستاتة يجيهم فيهم أسرع وأكثر جميع لازم يعني يحافظ على نمط رياضي نمط المشي على الأقل المشي المشي مهم جدا جدا البعد عن التوتر التوتر والإنفعال الزائد بيزيد من أعراض البرستاتة دي بقى يعني الناس مش هتعرف تعملات دي الرياضة مهمة جدا في الحكاية دية لذلك الرياضة الرياضة بشكل كبير جدا ده مهم جدا وزي ما قلت الحاجة التانية تجنب المشروبات بالليل قبل النوم إحنا عندنا عادة إن لازم قبل ما ينام يمسك له كباية كبايتين يقولك أشرب ودية في السل الكبير زي ما قلت ممكن تشرب طول اليوم يعني مية طبعا طبيعة الحال مفيدة جدا يقلم ولكن إنت ممكن تشرب طول اليوم ولكن بلاش الساعتين قبل النوم دول بالظبط بالظبط هيضيقوك يعني بالظبط فهو أستاذ حسين أستاذ حسين سلام عليكم عليكم السلام تفضل يا دكتور أنا حالك 76 سنة عندي الضخم والبرستاطة يعني وصل 180 تقريبا كم؟ تفضل فعملنا أشاعات والتحديد والحمد لله طال أخذنا عينة طلعت حميدة الحمد لله ولكن المشكلة عندي لوقت حالك في البول بنت ضفق عادي وكل حاجة مفيش مشكلة عندي في البول بس حرقان فعملت أربع مزارع عندما نلعب يعني كان فيه كورس بأخذي حقا 400 جنيه واحدة ومرضو ما جابش نتيجة ما زال الحرقان الموجود فالدكتور قال لي احنا لازم نشل لك البرستاطة بالمنظار فأنا في السنة ده خايف من حكاك المشكلة عندي هي الحرقان في الآخر في آخر البول بحث الحرقان ماش حالك تنصح لأعمل العملية ولا أخذ فيها لجمعين ولا أجلت ماشا فعني أشكرك يا أستاذ حسين طبعا الأستاذ حسين فيه حاجة مهمة عايزة أقولها له إن ليس معنى إن الحجم البرستاتة 180 جرام إن دي لازم عملية أنا زي ما قلت الأصل العلاج الدوائي والعملية في المضاعفات اللي هما قلنا منهم ثلاثة وتبقى مضاعفة تانية اللي هي وجود بول مخزن في المسانة أكتر من 200 ملي كمية كبيرة من البول المتخزن بعد التبول لأن ده بيبقى مجال خاص بالنمو والبكتيريا وتقرر للتهابات الأستاذ حسين لو مفيش لو الموجات الصوتية هو قال إنه عمل عينة فده احتمال معناها إن البي اس ايه اللي هو معامل أوروان فرستاته كان عالي شوية ولكن العالي شوية دوت المقبول في سن 76 سنة ومية واحد وتمانين يعني لو عالي لغاية تمانية تسعة دي مش هنقلق منها قوي طالما فيها عينات لكن لو عالي عشرينات وتلاتينات العينات لازم تتعامل تاني ليتطمن تتخذ عينات أكبر أكتر لو الحمد لله تأكدنا إنها بروستاتة حميدة في حالة الأستاذ حسين هو ممكن يا راكتوري بالرقم ده عالي ولكن مفيش أورام مفيش أورام بالضبط لأنه ممكن يكون الالتهابات نفسها وفيه حاجة اسمها ايج ريليتد يعني فيه جدوى معين من 76 سنة دوت اللي حقباله عند سن 50 أو آسف اللي مش حقباله عند سن 50 أقباله عند سن 76 حقباله عند سن 76 صحيح ولو مش حقباله عند بروستاتة 50 أقباله عنده بروستاتة 180 لأن كل جرام بيزود الـ PSA بنسبة محددة معرفة صحيح صحيح مش ممكن ده يكون حاجة وراسية يا راكتور الحجم ده لا 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 الحاجة ليه علاقة بالوراثة لا لا خالص دي ما لهاش قابل المهم الأستاذ حسين اللي أنا عايز أطمنه إن اللي بيقوله ده بس ليس سبب للتدخل الجراحي صحيح حاصلتا إن أنا يعني هو قال إنه الأعراض بس هي بتتمثل حرقان شوية الحرقان بس لديه أعراض تاني العلاج المركب عند الأستاذ حسين لابد يشمل حاجة على حصيرات ألفة وحاجة اللي هي بيسموها 5 ألفا راكتينز إن هيبيتر اللي هو بيشتغل على إنزيم اللي يمنع تحول هرمون التستستيرون الديهايدرو تستستيرون من الصورة الغير نشطة للصورة النشطة عشان البروستاتة تصغر في الحجم فبياخد لازم الدوين دول مع بعض عشان نصغر حجم البروستاتة ونحسن إطلاق البول مع عمل المزارع اللي ناخد على أساسها مضاد حيوي مع أن فيه أنواع من مضادات الحيوية تتاخد بشكل تحفظي بيتاخد بجرعة متنقصة لو طالع في المزرعة عن طريق الشراب مش عن طريق الحؤن اللي هي قال عليها الحؤن الغالية اللي بياخدها في العضل دي معروفة يعني أقراص تتاخد لشكل أطول شوية وإذا احتاج ده بقى كل ده فشل وحصل احتباس بولي أو حصل تخزن في كمية البول كبيرة ساعتها العملية بالنسبة له حتبقى يا ليزر مش منظر عادي ما ينفعش منظر العادي أو حاجة خطبية أو منظر البلازمة أو التبخير الحجم اللي فوق 100 جرام لو احتاج تدخل جراحي بيبقى عن طريق الليزر أو الفتح وده عشان حجمها جديد عشان حجمها تخطى البيت جرام لكن أقل من 100 جرام ما بنحتاجش ليزر وبنحتاجش فتح أستاذ أمين أيوا سلام عليكم عليكم سلام تفضل والله أنا بشكرك وبشكر القناة على استضافة الدكتور العظيم ده وأنا بشكر حضرتك عن متابعة تفضل والله أنا مريض قلب عم ركب دخلت عملت عملتين دعمتين في دعمتين ربينا عديك الصف وبعدين قلت للدكتور على المثالي أنا عايز أشيل البورستاتة قال لي روح لدكتور القلب ينضيرك الأول إن إحنا نعمل لك العملية رحت لدكتور القلب ألا أنا مليش دعوة فأنا دلوقتي بعاني من البول أحياناً يبقى غزير وأحياناً يبقى قليل وعندي ورم بسيط كده في رجلية اليمين وتنميل في رجلية اليمين وأنا حاسس كده إن أنا يعني بإحساسي إن أنا عندي ورم في المثالة فأنا عايز أعمل البورستاتة أو عايز أشيل الورم ده إذا كان فيه وراء ما أشيله إزاي وبالطريقة إيه الوسيلة أنا أشيله بيها لأن أنا بأخذ تمشلين وبأخذ بروستيت وبأخذ اللي هو بتاع المثالك البولية ده اللي هو الحبل أنا خيرة أسمائية دا يا عوشيزة اللي هي الحبل اللي هي زي الزت البتاعدة اللي هي البنية داية أيوة فأعمل إيه تاني يا دكتور ماشي يا فن وأنا عندي سبعين سنة يا دكتور ربنا أديك الصحافة مشكورك يا أستاذ أمين وربنا يخليك لنا يا دكتور ويخليك لمصر الله يخليك حديث هباعنا باعي يا أستاذ أمين الأستاذ أمين هو مريض قلب الحالات لمرض القلب اللي بياخدوا أدوية سيولة ولا يمكن توقف الأدوية السيولة والبروستاتة عاملة مضاعفات دي ما بتتعمل بتتعمل بالليزر مش برضو بالمنظر العادي دا أأمن الحلول لحالة الأستاذ أمين ولكن من وصفه هو مش محتاج عملية يعني الأستاذ أمين ما عندوش احتباس بول الأستاذ أمين ما عندوش حصوات في المسانة هو بيقول أنا خايف لا يكون عندي ورم في المسانة الموجات الصوتية هتقول لو في ورم في المسانة لقدر الله دا لازم يقوم معاه ناس في بولي ولما فيش ناس في بولي وفي ورم بالأشعة التلفزيونية دا اللي بيحتاج منظار لكن أنا ما أقولش أنا خايف لا يكون عندي ورم في المسانة إلا بتتأكد بموجات صوتية أما البروستاتة أستاذ أمين مش محتاجين نعملها ولكن محتاجين نستمر على الأدوية أقوى شوية من الأدوية اللي سعدتك قلتها في حاجات أقوى شوية بيتماشى عليها ومع بعض التحفظات برضو في العادات الغذائية والأدوية اللي حضرتك بتتناولها ورم الرجلين مليقش علاقة بالبرستات طالما انها حميدة لا دي ناحية واحدة برضو ما لهاش علاقة بالقلب تحتاج دكتور أوعية يبص عليها لان لو الورم في الرجلتين كنا ممكن نفكر في القلب ورم في رجل واحدة بقاش لياه علاقة للقلب بس تحتاج دكتور أوعية يبص عليها البروستاتا ما فيش حاجة تعمل ورم إلا لقدر الله أنواع معينة من سرطان البروستاتا هو ما عندوش هو قال إنها حميدة وهرمون البي اس ايه اللي عمله المفروض يكون طبيعي ولو عالي بقى بنبدأ نعمل بعض الفحوصات لكن البروستاتا الحميدة عمرها بأي شكل من الأشكال ما تؤدي إلى ورم في الرجال أستاذ حجازي أيها أستاذ أتفضل أيها ألو أتفضل يا أستاذ حجازي دكتور مع حضرتك أتفضل أتفضل يا أستاذ حجازي أهلا وسهلا أستاذ أستاذ حجازي من سوار أهلا وسهلا فهلا أنا في عندي حاجة وحدة بس يعني العمر 24 سنة 94 74 74 ربنا ديك الصحة بس أنا عندي الحول يعني خفيف جوي البس يعني يزل ستاء وفي حرجان خفيف ويزل داي الخير كده خفيف خالد عمرك ما ركبت أساطر ولا عملت عمليات جراحية في مجرى البول ولا حملت عمليات طيب يعني ولا خدت إبر حتى طيب وبتحس إنك ما فرغتش في الآخر ولا بتحس إنك فرغت كويس لا في البداية للآخر ضعيف ضعيف لواية الآخر آه بس لكن طيب أساطر والله إلا حد إبر ولا عملت أي حاجة ماشا ولا رسل بكاتك يعني بس شاءتك لما جدت في الفيديوز آه وفت يا ربنا الشخصة يكون إياها تنسحنا بطوح كده دا أنت هتتحيسد كده يا أستاذ حجازي يعني آه والله ماشاء الله إن شاء الله ما تحتاجش عمليات ماشاء الله بنا يديك الصحة يا أستاذ حجازي أنا مشكورك الله يخليك يا أبدا الله يخليك دكتور الأستاذ حجازي اللي إنت هتحتاجه أستاذ حجازي إنك هتحتاج دكتور مسالك يشوف حضرتك حيفحصك يتطمن لحجم البروستاتا بالكشف وبالموجات الصوتية يشوف حجمها قدي إيه وبناء على حجمها وتحليل معامل البروستاتا حيديك إما دوا واحد وإما دوايين هتستمر عليهم على طول لن تحتاج أي تدخلات جراحية بس لازم في حالة حضرتك بدل وصلت إنها بقت حالة مستمرة مش حالة مؤقتة والبول بقى خفيف وبقى على طول لغاية الآخر خفيف يبقى هتحتاج تطفحص دا تضخم بروستاتا حيتأكد الدكتور بس بالفحص والفحص الشرجي جزء أساسي من الفحص مع التحليل معامل أورام البروستاتا ويبدأ لك علاج قد يكون دوا واحد وقد يكون دوايين بحد أقصى تستمر عليهم على طول يرجع البول تاني إن شاء الله أفضل مما كان طيب دكتور ناخد آخر تليفون بقى معنا في الحلقة أستاذ جوزاف جوزاف اتفضل نعم اتفضل حياتك على الهواء ماشي ماشي سامو عليكم عليكم السلام أستاذ جوزيف إزيك يا دكتور أهلا وسهلا فعلا الله يخليك يا دكتور الله يكرمك يا أستاذ الله يا دكتور أنا عندي حلاجان في المياه والمياه بتقطع بتقطع الياني كم سنة أستاذ جوزيف أنا أربعين سنة أربعين سنة وكان عندك بالهارزة قبل كده أستاذ جوزيف لا كان جاتنا أنا صغير أدوكتور جالك وأنت صغير كويس اه تفضل ايه جاتنا أنا صغير أدوكتور تفضل تفضل كم ايه ايه يا دكتور حرقان وبيقطع البول مش أكتر ما كده المياه بتقطع دكتور وفيه حرقان جئا وما فيش دم في البول الحرقان ده بقاله فترة طويلة ولا فترة بسيطة وفي البول من أوله الأخره ولا في الآخر في الآخر بس والحرقان في الآخر بس طيب بشكرك دكتور الأستاذ جوزيف طبعا في سنة مش سنة تضخم بروستاتا ولكن الأستاذ جوزيف لازم نطمئن الأول أن ما فيهش التهابات في المثانة خصوصا عنده تاريخ سابق لبلهاريزيا البلهاريزيا في بعض الأحيان بتترك آثار مستقبلية في المثانة تتنوع شدتها يحتاج الأستاذ جوزيف أنه هيشوفه دكتور مسالك هيعمل أول التحليل الأولية البسيطة اللي هي عبارة عن تحليل بول ومزرعة بول لو مجرد التهاب حيعالجه لو الحكاية أكتر من التهاب إذا ظهر يحتاج أشعة ريفيزيونية أظهرت أي احتياج أنه يحتاج حاجة أكتر زي منظار أو خلافه يستجيب له الدكتور يخلي الدكتور يعمل له المنظار يتأكد أن المضاعفات البلهاريزيا ما بقتش مؤثرة تحتاج أي تدخل أعلى من مجرد العلاج الدوائي دكتور دكتور خيارة بقى نتكلم شوية على التشخيص وإزاي لو الشخص شك أنه هو من خلال بقى الأعراض اللي إحنا دلوقات سيقلناها إنه هو ممكن يكون بيعاني من مشاكل في البروستاتا بشكل عام يبتزي يفحص نفسه ويتأكد المريض طبعا بيتوجه للدكتور الدكتور بيعود معاه بياخد تاريخ مرضي كامل يشمل الأعراض دي اللي إحنا قلنا عليها اللي بيشتكي منها ويشمل وجود أي أمراض مصاحبة زي داء السكري زي ضغط الدم زي أي أدوية تانية زي مشاكل في العمود الفقري زي مشاكل في الأعصاب المشاكل اللي ممكن أعراضها تتشابه مع أعراض البروستاتا يبدأ التشخيص بالفحص والفحص الشرجي جزء مهم من فحص البروستاتا للتأكد من عدم وجود أي اشتباه في أورام ثم يبدأ بالتحليل الأولية اللي هي المعامل PSA اللي هو أورام البروستاتا وتحليل البول وقد يحتاج في بعض الحالات إنه يعمل إما اختبار تدفق البول أو موجات صوتية على البطن والحوض مع فيلم بعد التبول لحساب كمية البول المخزن أو كلاهما اللي هو التدفق التدفق مش الديناميكية ده جزء من الديناميكية يحتاج للديناميكية كاملة في الشك في وجود إذا كان المريض مريض سكر وعنده أعراض أو مريض اشتباه في مسامة عصبية ده اللي بنلجأ للديناميكية بشكل كامل إذا تم التشخيص وتأكدنا إنها برستاتا حميدة العلاج يتدرج من علاج عدم علاج خلص حاجة نسميها watchful waiting إنه احنا بجرد حاجات لسه أعراض أولية بسيطة بقول له خليك قريب مني ونشوف مدى زيادة الأعراض دي مع الوقت ونتدي له بعض النصائح اللي أنا تكلمت عليها من شوية في الرياضة وفي تغيير عادات الغذائية وفي البعد عن التوتر اللي هي الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها وفي عدم شرب السوائل في الفترة الليلية إذا بدأت الأعراض وطبعا في أثناء خطوة أساسية في أثناء التشخيص والزيارة الأولية إن أنا بحس بشدة الأعراض وبحس بشدة الأعراض المؤثرة على نمط الحياة لو وجدت الأعراض دي متوسطة لشديدة يبقى لازم أبدأ علاج دوائي العلاج الدوائي التنوع إما حصيرات ألفة أو اللي هي BDE5 اللي هي اللي هي كان لزموها زمان اللي هي الأمراض اللي بتتاخد كان لضعف الانتصاب بس وجد إنها إنها بتشتغل على مستقبلات معينة موجودة في منطقة عنق المسانة والمسانة والبرستاتة تؤدي إلى الارتخاء وتحسن تضفق البول فبتتاخد بشكل يومي بأنواحها المختلفة أو الأدوية المثبتة أو اللي بتمنع تحول هرمون الزكورة للصورة النشطة عشان نصغر البرستاتة أو الأدوية اللي بتشتغل على المسانة عشان تصبتها عشان أعراض اللي هي تهيج المسانة فالعلاج يتنول إما علاج أحادي أو علاج مركب حسب حالة المريض أهم حاجة في العلاج دو إن كل علاج طبعا بيبقى لي بعض الأعراض الجانبية لازم الطبيب يناقشها مع المريض عشان يوصلوا الأحسن الحلول مع بعض هي مهمة مشتركة ما بين الطبيب والمريض عشان الطرح البدائل إن كل علاج ليه أكتر من بديل فلابد في طرح البدائل أخذ رأي المريض في الأعراض الجانبية وما ده استعداده لتحمل بعض هذه الأعراض الجانبية في مقابل عدم الوصول في يوم الأيام للتدخل الجراحي إذا وصل المريض بقى لقدر الله في حالة من حالات اللي هي وجود المضاعفات دي اللي عتستدعي تدخل جراحي ايا والتدخل الجراحي إما في حاجات مينمال إنفيزف حاجات التدخل يعني محدود التدخل اللي هو المحدود في حاجات تدخل محدود ولكن نتائجها المستقبلية مش عالية تدخل معدود اما عن طريق التردد الحراري اما عن طريق العلاج بضغط الميا اما فيه اشكال جتير جدا للتدخل مع تقدم الوقت بتظهر اما عن طريق التدخل الاشاعي بتتعمل اسطرة زي اسطرة القلب وبيقفره الشرين المغزية البرستاتا واما عن طريق تدخل الجراحي عن طريق المنزار اللي ليه اكتر من نوع اما الطاقة المستخدمة طاقة احادية تقبلها وبصطة حجمها صغير واما ثمائيات القطبية والبلازمة او التقهير لو البرستاتا حجمها متوسط لكبير ولو بروستاتا حجمها كبير جدا يبقى عن طريق الليزر او عن طريق الفتح والمريض احب حذر المرضى وانبههم ان ما يجروش ورا الدعاية اللي فيه كتير جدا دعاية بتبقى في السوق الليزر 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 وكأن الليزر هو سحر اوعى تعمل عملية للبرستاتا الا لو فيه مضاعفات ولو فيه مضاعفات ويحتاجت عملية الليزر بتحتاجه في حالتين فقط الحالة الأولى حجم ضخم جدا للبرستاتا تخطى الميت جرام أو أنك بتاخد أدوية مسيلة لا يمكن إيقافها غير كده الليزر مالوش دور ولكن ما يمشوش وراء الدعايات اللي هي ممكن دعاية سوقية أكتر من أنها الفايدة المريض